السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب حتى ترضى الحمد لله رب بعد الرضا الحمد لله رب أبدا أبدا اللهم صلي وسلم وبارك لسيدنا محمد وإليه وصحبه واتبعه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وإنك لو شئت لجعلته صعبة سهل إحنا كنا تفعنا جماعة في الفيديوهات اللي فاتت إن الإنفرا كوليك كومبارتمينت وإن تفعنا الجريتر سيك أوف زي بريتوني الكابيتي متقسم بالترانزفيرسي قول لجزء فيه اسمه سوبرى كوليك كومبارتمينت وجزء تحته اسمه إنفرا كوليك كومبارتمينت في الإنفرا كوليك كومبارتمينت يا جماعة أوف زي بريتر سيك في عندي لونجوتيودنال جروبس حفر عميقة أو على اللاترال سايد والميدال سايد أوف زي أسسيندينج و ديسسيندينج كولون على اللاترال والميدال أسبكت أوف زي ديسسيندين كولون أهو والأسسيندين كولون أهو في حفر عميقة أوي فالحفر عميقة دي نشبهوها بأنها شبه الخنادق زي خندق كده عميق فقالوا عليها جاتر وحيث أن هي على جوانب الكولون فقالوا عليها باراكوليك جاتر أهمية الباراكوليك جاتر دي إن لو حصل تروما في الأبدومن وبيحصل نزيب بقى نتيجة التروما دي وفي حالات الإنفكشن بريتونايتس في بص وفليود فالمهمة في التروما أو في الإنفكشن في فليود سواء إن كان بلود أو سواء إن كان بص البص تلاقي الباراكوليك جاتر دي أهميتها إنها بتعتبر ممرات لهذا الفليود سواء إن كان بلود أو بص عشان ينزل على تحت على الجنراليزد بيلفك كابيتي وأوطى حتة في البريتونية الكابيتي هي في البيلفك كابيتي المنطقة هنشوفها كمان شوية اسمها ريكتوبازايك البوتش في الرجالة أو ريكتوباجين البوتش في الستات الباراكوليك جاتر دول بقى بيتقسموا بيتقسموا الإيه أولا فيه اتنين عليمين ريليتد للأسنين كولوم وإتنين على الشمال ريليتد للدسسنين كولوم تلينينا في الاتنين العليمين أهو دا الأسنين كولوم لقينا في حفرة عميقة أهو على الأسنين كولوم اللي هي الاترال للأسنين كولوم دي مفتوحة من فوق ومن تحت مفتوحة فوق على السبراكولي كومبارتمنت الأسنين كولومبارتمنت كول الجاتر اللي مفتوحة من فوق ومن تحت عشان كده هوا بقى أي فلاود بيرفوريتد كوليسيستايتس أو سكينة مثلا ودم نازل من الليفر ترومال الليفر أو أي فلاود نتيجة مثلا بيرفوريتد بابتك ألثر إيه الفلاود دا سكته هنا على يمين سالكة على البلوث على تحت على طول عن طريق الرايد لاترال باراكوليك جاتر اللي مفتوحة من فوقه من تحت نيقى بعد اكتهوا للأخ داو دا باراكوليك جاتر بس على الميديال أسبكت بيتقال عليه رايت ميديال باراكوليك جاتر وده ميديال للأسنين كولون وده بقى عكس اللي فات اللاترال دا كان مفتوح من فوقه من تحت ده بقى بوز ده فوق السكة سد بالترانسفيرس كولون وميز كولون ومن تحت سد بقى الروت السنين كولون فبتقال عليه الليفت لاترال باراكوليك جاتر الليفت لاترال باراكوليك جاتر ده مقفول من فوقه بالليجامنت المشهور قوي دوا اللي ما بين الليفت كوليك فليكشور والده فرام اللي اسمه فرينو كوليك ليجامنت بس على فكرة من تحت ده برضو مفتوح عالبالفك كابتي في عندنا أخوه بقى عالميديال اسبكت ليفت ميديال باراكوليك جاتر ده عالميديال اسبكت ميديال باراكوليك جاتر وده كلوز ده من فوق كلوز ده من فوق بالليفت كوليك فليكشور والترانسفيرس كولون بس قوب من تحت برضو عالبالفك كابتي الباراكوليك جاتر ديه لو تلاحظ كلهم معدده اللي هو مين الريت ميديال باراكوليك جاتر كلهم لو دخل فيهم فلاوت العيان لو قاعد الفلاوت بينزل بالجرافتي على تحت في الثلاثة جاتر دول الريت لاترال والاتنين لفت الليفت لاترال الليفت ميديال الفلاوت نزل على تحت على طول نزل على تحت فين على فكرة نزل على تحت على المنظر ده اللي هتشوفه كتير قوي في البلوث ده منظر يا جماعة البريتونيام في الرجالة وفي الستات في البلوث الازرق اللبن ده البريتونيام والبريتونيام ده وهم بيكون ريفليكتد هنا هوا ده طبعا واحد راجل على فكرة واحد راجل فأمرت انه عنده بروستيت والسيمنال فيزيكل والميل جينيتل سيست معه فده الباك اوف زا بلادر والبريتونيام ماشي على والبريتونيام راح عمل ريفليكشن من الباك اوف زا بلادر للفرانت اوف زا ريكتم ده الريكتم فبيحصل هنا في الرجالة الباوتش ده اللي اسمه ريكتوبازايكالباوتش اللي هو اوضح حتة من البريتونية الكافيتي والبريتونية ده مواقف طبعا او قاعد في السرير طبعا غالبا العيان يعني بيكون قاعد في السرير فتدصت لها اي فليود عن طريق التلاتة جاتر اللي نقلت لك عليهم اللي فات دول الراي تلاترال او الاثنين اللي على الشمال الفليود نزل على طولة على تحت هنا في الرجالة في الريكتوبازايكالباوتش وعشان كده هو الباوتش ده انشود بي دريند في اي بريتونية الفليود سواء كان بلط في الترومع او بص في حالات الانفكشن او في السويلينج ليكج من البيبتك ألسر او بيرفوريت بيرفوريت بيبتك ألسر او بيرفوريت أبندسايتس او بيرفوريت كوليسيستايتس حاجات زي كده هو طب في الستات في الستات الوضع مختلف ايه المختلف فيهم البريتونيوم بقى مش هيبقى ريفليكتد من الباك اوفزا بلادر الريكتوم ده اليوترس على فكرة وده الباجاينا في الستات والبريتونيوم هنا بيبقى ريفليكتد من الأبر بارت اوفزا باجاينا على الريكتوم فبتكون الباوتش او الحفرة دي اللي اسمها ريكتو باجاينا الباوتش او مشهورة بقاوي باسم الراجل اللي وصفها دوجلاس باوتش ودي اوطى حتة من البريتونيا الكابيتي والستات دول قاعدين في السرير فاي فليوت اي فليوت نتيجة نتيجة بس نتيجة بلاد في التروما كل الفليوت دوان ينزل انا هو في الريكتو باجاينا الباوتش اللي شود بيدريند في الستات في الحالات ده هي انا عطول في التروما او السولد ماشي اه وعشان كده اوقع دايما ما تنساش دي اسئلة مسيكو مشهورة اوي اي اوطى حتة من البريتونيا الكابيتي والعيان ده هو سيتنج او ستاندنج طبعا ريكتوبازايكا الرجالة ريكتوباجاينا او الاسم التاني دوجلاس في الستات وهم بقى نايمين على ظهرهم دي هنعرفها واحنا بناخد الصفرينكس بيس بإذن الله ويبقى ده يا جماعة الباراكوليك جاتر تانك يو فور جود لسننج اند جود لك شكرا شكرا شكرا